تعالوا دلوقتي نهيئ البرنامج للعمل. انا شغال على برنامج الفيرشوال استيديو. هضغط على فايل وهختار اد فولدر تو وورك سبيس. وبعدين هعمل فولدر على الدسكتوب مسلا. وهسميه ماي بروجيكت. طبعا ممكن تسميه الاسم اللي انت عايزه. هضغط على اكس بلور. هعمل نيو فايل. وحكتب اي اسم للمشروع. انا حكتب بروجيكت مسلا. دوت بي واي. يعني دوت بايسون. هعمل اللي هي الكيفي. ودي اللي هنستخدمها عشان نعمل تطبيقات الموبايل. ناخد بالنا من الجزء اللي بعد ده دائما بيكون اما الجزء اللي بعد اول حرف بيكون دائما يعني. بنسبة كبيرة قوي. لما عملت اللي هي الكيفي ما طلع ليش اي ارر. معنى ذلك ان اللي برري معمول لها مزبوط. وافتح قوسين واكتب اب. بعمل بسميه اي اسم. وما بين قوسين اب. الاب ده اللي هي اللي عملنا لها وبعدين باس. باس عشان انا مش كاتب اي اوامر في الكلاس ده. سايبه فاضي. فما يفعش اسيبه فاضي كده. لو جيت عمالي البرنامج هيجيب لي ارر على طول. فبكتب باس. طيب لو عايز اعمل ملف خارجي لكتابة الاكواد. والبرنامج بتاعي هيقرأ منه. هعمل وحسميه اسم نفس اسم الكلاس. ولكن الحروف كلها بتبقى سمول. وبعدين عشان الكلاس يشتغل معايا او عشان نقفل الكلاس. بنكتب if underscore underscore name underscore underscore يساوي يساوي underscore underscore man underscore underscore. ونقدت انفق بعض. وبعدين نيم قسيم فضيين دوتران قسيم فضيين